نصر الخير عليكم و مرحبا بكم اليوم حبيت نشارك معاكم كيفاش نخدم زبدة الجلجلان زبدة بزاف مفيدة صحية 100% تناسب كامل الاعمار و مليحة اللي عندهم فقر الدم مليحة اللي عندهم المنقطع الكالسيوم مليحة يعني الكام الشرائح يعني الصغار و الكبار كيما را كنت شوفو خديت كاس تاع جلجلان حمستو غي شوية برغي قسمة نشفلي و عاوت نحيتو فوق المقلة ما خليتوش في حمار مليح نزدلو على بركم الجلجلان كينا الحيه يجي شوية مر زدتلو حليتو بشوية تمر يعني التمر راهو طابعي الجلجلان راهو طابعي و نزيدولو الزبدة تاع البقرة و اللي ما عندها الزبدة تاع البقرة تقدر تستعمل زيت الزيتون انا زيت الزيتون ما نقدرش نستعملو يعني لا يدرت زيت كمية قليلة غير على جلد رايري بس كيما يحبوهش باش ميدوقوليش الريحات على زيت الزيتون هكا باش يأكلو يولي احيي يوم eight لو ننخيهوه كامل برنان ميكسور carn vas و في belтя طابعي على الشكل تشبه شوية للزبدع هنا بغش مج COME reloc مارحو من مليح اكو تشوفون نتيجة 2022 انتو ما راحتوهم مليح مليح هكذا نقدروه لولدنا يأكلوه مع الشي يستفادوا منو هكا باش يتغداوي اطفالنا وممتو المغرف من هذا الخالط هذا ما يعادل ربعة كيسان تحلب يعني اللي ميحبوش دراني اللي ميحبوش يشربو الحلب هذا واشيريق معهم قل لكم سلام خياتي الفيديو جاي ان شاء الله